نعم يقول عبدالله العمارة بلسانه سمعته بلسالة له يقول كنت خارج المدينة اللي فيها أمي بسافة 200 كيلو تقريبا وكنت إذا انتهى الدوام يومنا هنا اللي جازها الخميس والجمعة إذا انتهى الدوام الأربع على طول أخلي عيالي وأستأذن منهم وروح لأمي الخميس والجمعة عندها مرة يقول فيه رمضان أصبت بنزلها يعني في الونزة شديدة فكلمتها قلت يا أمي ترى السبوع ذا ما أقدر يضمش هقت بغت تموت قالت بقعد السبوع ذاني ما شفتك يقول ما عاش ضاق صدري أفطرنا يوم صليت المغرب وكلم أختي اللي أمي عندها قلت يا أخبار أمي قالت والله أمك مي يوم كلمت أمي وهي حالة تلعلم بها إلا الله واش تقولين قالت والله هذا اللي صحي ونادي زوجتي وقلت عطيني مضاد حياثوي وعطيني بنا دول وانتعبان وكذا قال أمي ضايق صدرها بروح لها ويشغل السيارة يقول خابرها أنها تصلي في الحوش التراويح وطق الباب وتفتح لي أختي قلت يا أخبار أمي قالت يا أهلا وهي ساجلها قطعة الصلاة والله أمي شو شلوني قطعة صلاة يوم سمعت صوتي زاوة دين الجنة يجعلها أنا حصلت لي قصة سمعت بأبها يوم ذكرة هذه كان واحد يعني هذاك وصل البر بإدخال السرور على أمه كنا عند محل طاحون اللي بيعنق هواهم وبر وما بر وكذا يوم عقب العصر والجوزين يوم حور على ذلك السيارة ويفتح الباب وتحوذ برصيته يا الله يسنده على ذا ويا الله دخل هالمحل ولا نشوف قلت يا أخوي أتعبت قال أبي أدخل السرور عليها ودينها تشوف الطاحون وتذكروا أنا لا شعوريا والله قلت واحد براسة الله اجهز جميع والله مات الله قال يا أخوي قال هذه أم قلت هذه أمك أمي عوضني الله أنا أمي فاقدها وأنا عمرها أجر سنين ويوم شو تكبرت تخيلت أنها أمي وحبيت رأسي الله أمي تبي يطقني تبي يسويني سوى لا والله منطي بنية الله يطول بعمر قال لا والله أخوة لذلك أقول حقيقة البر البر يا أخوة البر من أراد أن يبسط له برزقه وينسأ له بأذره فليصر الله الله اجزاك خير أبو نايف أطول بعمرك شام أبو أمار دعوة لأبو عبد الرحمن مروان يرفع السؤال هذا إلى جواب الكافي وقضية التقبيل ويننا نقول له منعيف انتبه ترى رجل